اول رد صعودي رسمي على الهزيمة المدوية والتي تعرض لها حزب الله في لبنان في الانتخابات اللبنانية دعا السفير الصعودي في لبنان وليد البخاري في اول تعليق له على نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية والتي اظهرت خسارة حزب الاهل الاغلبية الى تغليب منطق الدولة وقال البخاري عبر حسبه على تويتر امس الثلاثاء ان نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائد الدولة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان وظهرت النتائج النهائية للانتخابات صدمة كبيرة لذا كل اللبنانيين الذين كانوا يتوقعون نتائج غير التي ظهرتها النتائج النهائية اظهرت والتي اعلن عنها وزير الداخلية بسام المولوي خسارة حزب الله الموالي لايران وحلفائه الاكثرية في البرلمان اللبناني الجديد وكان حزب الله القوى السياسية والعسكرية الابرزة في البلاد والمدعوم من طهران يحتفظ مع حلفائه بقرابة سبعين مقعدا من اجمال مائة وثمانية وعشرين في البرلمان المنتهية ولايته وبحسب النتائج الرسمية حصل حزب الله وحلفاءه على اثنان وستين مقعدا في البرلمان اللبناني مما يعني فقدهم للاغلبية داخل البرلمان في تطور يعكس الغضب الشعبي بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد معلق يقول خسارة ميليشية حزب الله للحلفاء على المساحة اللبنانية هي خسارة لا يعوضها شيء ولو حتى مائة الف صاروخ لا يعوضونها وقال عمر مدنية الرئاس اللبنانية ميشيل عون يدخل الى المستشفى يبدو انه لم يتحمل خسارة حزب الله في الانتخابات النيابية فيما قال عبدالعزيز منيف بن رازان اتوقع ان خسارة حزب الله المعلنة في انتخابات لبنان ما هي الا الطعم لتقوم دول الخليج بدعم لبنان ماليا ثم يعود لسابق عهدهم ليحكم اللبنان ويحكم الحزب الايراني من جديد كدولة عميقة حتى وان كانت اللعبة مكشوفة فيما قال معلق اخر صبحكم الله بالخير من الذي حدث بين ليلة وضحاها تغريدة الصدر ومهلة الشهر وبينه المعلن وتهديد الاطار الايراني خسارة حزب الله تصاعد المظاهرات في ايران فشل مفاوضات الملف النووي لا شيء صدفة بل كل خطوة بتوقيتات مدروسة ومترابطة